السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعد ما خلص سجلنا بالمنصة أصبح عندنا يوزر نيم وباس ويرد بتكتب الاتنين هنا وتقوله اللوجين وقوله يفضل تقوله طبعا stay locked in يعني خليني دايما موجود داخل مسجل داخل المنصة بمجرد ما دخلنا للوجهة الرئيسية للمنصة بعد ما خلص سجلنا بيقولك أهلا يا فلان ويبقى عندك الأكاونت الخاص بيك فينا ثلاث حاجات مهمين جدا اللي هي الاختبارات والجروبس واللينكس تيسس جروبس المجموعات واللينكس الروابط علشان نعرف أهمية الثلاثة دول تعال ننزل وراه هو بيقولك how to get started ازاي نبدأ رقم واحد كرية تيسس يبقى انت اروح انت الاختبار الخاص بيك رقم اتنين بيقولك ان انت وزع الاختبار للطلبة بتوعك او للناس بتوعك من خلال الجروبس او اللينكس اللي هم دول وبعد ما خلاص هم يجاوبوا عليه رقم تلاتة انا analyze results بعملك تحليل للنتاج طيب انا مش هبدأ بالتستس ولا الجروبس ولا اللينكس انا هبدأ بالاكاونت بتاعنا لأهميته فانا اقول له الاكاونت بتاعي ده اللي هو انا ايمن ده محتاج الاكاونت بتاعي ده اعمل بعض التعديلات عليه فماي اكاونت هي منها اكتر من حاجة هنا رقم واحد اللي هي ايه الديتيلز بتاعتك او التفاصيل بيقول لك ان انت محتاج تعمل تأكيد على الايميل بتاعك لانت دخلته فانا هضغط هنا كده مرة اسمك ايمن ويزردين بتاعك كزا والباسويرد بتاعتك كزا ويميلك كزا فبتقول له بعد اذنك بعتلي على الايميل send verification ايميل يعني انا عايز اكد ايميلي على المنصة فطبعا بيقول لك ايه خلاص ان انا هبعت لك الايميل بتاعك وبقول لك امتظر كده حوالي تلاتين دقيقة على ما الايميل يوصل لك روح كده للايميل بتاعك دور فيه البريد اول ما تلاقي الايميل يوصل لك هنا ويشوفوا برضو في الرسائل الخير مرغوب فيها بمجرد ما بيوصل لك بتدخل على اللينك اللي بتكون موجودة وكده بتأكد الايميل بتاعك على المنصة طيب انا محتاج اعمل تعديل لبياناتي my details فانا هعمل ايه فاقول له edit details او تعديل التفاصيل وهنا بقى ممكن اغير اسمي او الاسم التاني او اليوزر نيم بتاعي وممكن كمان ان انا اغير الايميل لو انا عايز وممكن ان انا اغير الباسويرد لو انا عايز كده عرفت ازاي ممكن اغير كلمة المرور واغير بياناتي وما تنساش ان انا لما بقول له ابعادت الايميل هو بيقولك رساله ان الايميل هيجي لك خلال 30 دقيقة هيتم يرساله خلال 30 دقيقة على الايميل بتاعك بص عليه وما تنساش بص على الاسبام او رسائل غير مرغوب فيها يبا دي اول حاجة استفادنا منها من اكاونتس بعد كده بقولك فيه حاجة اسمها الصندس او المساعدين بالنسبه لك طيب يترى المساعدين دول بيعملوا ايه المساعدين دول ممكن اوصلهم من مكانين من my accounts ايه واختار هنا الصندس او مساعدين او من خلال my accounts واقوله المساعدين بتوعي المساعدين بتوعك بقولك ان طبعا ان انت في الايميل المجاني بتاعك بيبقى ليك امكانية ان انت تستعين بواحد فقط انما لو انت عايز يبقى ليك اكثر من مساعد فانت لازم تعمل تحديث للاكاونت بتاعك ويبقى اكاونت بفلوس. فانت لو عايز تعمل او مساعد ليك قل له او تعالى من هنا من ايه بتوعي. وبعد كده بيقول لك هنا ايه ان انت معمدكش اي حد قل له انا عايز واحد يساعدني جديد اكتب الاسم الاول وكتب الاسم الاخير وكتب له الايميل بتاع وينا. وعلى فكرة هو كل اللي هيروح له ايه? بتقول له ان انت هيروح للايميل ادرس ده النتائج بتاع الاختبارات على اساس ان انت مسلا لو دكتور ومعاك حد من المدرسين مساعدين او لايق المعانا بيساعدك. بتروح له على الايميل نتائج الاختبارات باسماء الطلاب ودرجاته متفاصيل كل حاجة عن الاختبار. يبقى كده عرفت ان انا ايه? اقدر ان انا استعين بواحد بس ليا لو كنت انا باكاونت مجاني. انما لو عملت اوبجريد ودفع خليته اكاونت مدفوع ممكن تعمل اكتر من مساعدة بالنسبة لك. طيب الايميل لو انت الايميل بتاعك ده عايز كمان تعمل ايميل تاني تاخد بينه النسخة احتياطية عليه يعني يتم ارسال ليك نسخة احتياطية من نتائج الاختبارات ممكن تختاره وممكن ان انت كمان تكتبه. طبعا دي يعني خلاص مش هنيحتاج ايميل تاني ولا حاجة. ويبقى كده اتكلمنا المرة دي عن الواجهة الرئيسية ليسمى الداشبورد بالنسبة لنا. واتكلمنا اول حاجة عن الحساب بتاعي. ازاي ان انا اغير البيانات بتاعتي. ازاي غير بتاعتي. ازاي غير اسمي او ايميلي او اي حاجة على الحساب. وازاي كمان ان انا اضيف ليها مساعد يرسله بالاميل تفاصيل الاختبار. وفي الخطوة القادمة بازن الله هنتكلم عن ازاي اعمل الاختبار. ثم كيف اوزله في الخطوة رقم اتنين. وازاي اتلقى النتائج. ونتكلم عن الجزء اللي انا كده. طبعا بقولك انا ماي ديتا اللي هي البيانات بتاعتك. انت عندك كام اختبار? عندك كام سؤال? والتصنيفات? وكم ملف انطرفه? يعني كل حاجة هنتكلم معنا بازن الله. بس لازم الاول نعمل اختبار على اساس كل ده يبدأ يشتغل معي ويتفعل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.